بيروت والنكبة الكبرى والتي هزت العالم بتفجيرين هائلين شبههما العالم بقنبلتي هيروشيما ونقزاكي في اليابان تعيد للواجهة خطورة ومساوئ عمليات الخزن للمواد القابلة للتفجير في كل أرجاء المعمورة فهنا نصلط الضوء على مادة نترات الأمونيوم التي تسببت بكارثة بيروت وهي مادة صلبة باللورية بيضاء قابلة للذوبان بشكل طبيعي وتعرف باسم الملح الصخري إلى جانب دخولها في صناعة زيت الوقود والتي تستخدم كمادة تفجير في قطاع التعدين والمحاجر والبناء المدني وتمثل 80% من المتفجرات الصناعية المستخدمة في الولايات المتحدة طريقة التخزين الخاطئة لهذه المادة يمكن أن تحولها إلى مادة مدمرة لذا تضع معظم دول العالم لوائحة تتعلق بطرق تخزينها لتأكد من أنها آمنة حوادث كثيرة أدت إلى مقتل الكثير بسبب سوء تخزين هذه المادة في بريطانيا والولايات المتحدة ولكن ما تم تخزينه في مرفأ بيروت هو الأعلى حيث بلغ وزن الكمية ما يقارب الثلاثة آلاف طن كانت مصادرة من باخرة وتخذ قرار بإطلافها منذ عام 2014 وهذا لم يحدث لأسباب مجهولة متخصصون في هذا المجال ينصحون بخزن مثل هذه المواد في وديان عميقة كون خزنها في مناطق مفتوحة يتسبب بكوارث بشرية ومادية مؤكدين أن حجم الدمار الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت يعادل ما خلفته الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 75 من القرن الماضي والتي خلفت أكثر من 120 ألف قتيل اشتركوا في القناة